صباح اليوفي ينتصر على البرسا. كريستيانو يتغلب على ميسي تلاتة الصفر. وبهدفين في الكاب نو في معركة ممكن تكون الاخيرة ما بين اساطير هذا الزمن. حلقة النهاردة من غير منتاج من غير ادت من غير جرافيكس لان من الاخر كده في كلمتين عايز اطلع اقولهم ووجههم لجمهور برشلونة. انبالي حتى افكر كده بالليل ان الكلام بدأ يتعاد وبدأ يتكرر من المباراة للتانية كل ما يبقى في نتيجة سلبيا للبرسا. بنعيد ونزيد في نفس الكلام. اذا كان تكتيكي. اذا كان في ابديلات كومان. اذا كان في طريقة ادارته للعب. اذا كان في كلام على اللعيبة. كلام كويس. بس انا امبرح تعمقت شوية كده في التفكير. وبدأت ابص على الصورة الاكبر شوية. وحسيت ان انا عايز اتناقش معاكم في الموضوع ده. علشان ممكن كل واحد بيسمعني بعد النهاردة يفكر في الموضوع ويشاركني رأيه. لان من الاخر كده اللي بيحصل في برشلونة المرة دي. والمرحلة دي. اعتقد انه مختلف عن اي مرحلة تانية. ممكن نسميها مرحلة انتقالية. مبارح كنت بتكلم مع واحد صاحبي. دكتور محمد عبد الربو. اكتر واحد بيشجع برشلونة. انا عرفه. واحنا في وسط الكلام بدأنا نقول ان برشلونة ما هواش في مرحلة انتقالية دلوقت. علشان لو فكرت فيها كمرحلة انتقالية. هتكتشف ان في علامات استفهام وفي فراغات مش هتعرف تسدها. بس تعاون نرجع للخط من اوله شوية بس. شوية. برشلونة بشكل عام عنده مشاكل في اخر تلات اربع سنين مثلا. فيه تدهور واحدة واحدة كده دور الابطال ماتش روما ماتش ليفر بول. فترة فالفيردي. مشاكل مع بارتوميو. مشاكل في الادارة. مشاكل في الصفقات والانتدابات في المركاتو. وهكذا. لحد ما وصلت لايه? لحد ما وصلت للصيف اللي فات. اللي حصل في الصيف اللي فات ده بيخليك لازم تفرق ما بين نقطتين مهمين قوي. ما بين المتوقع ان هو يحصل. وما بين تقبلك للواقع. انا مش قاصل ان انا خطار كلام معقد قوي. بس هبسط لك الامور. في الكرة بشكل عام في حاجات بتتوقع انها تحصل. بس الكرة عمرها ما بتكون دايما ما بتمشيش دايما مع الواقع. يعني ممكن فرقة تشتير لعيب. تقول ان كل الناس تتوقع ان لعيب ده هيكسر الدنيا يفشل. فرقة تجيب مدرب كل يتوقع مدرب ده هيفشل ينجح. انت في الاخر بتتوقع بناءا على شوية نقطيات. بس الكرة ملهاش كبير. حتى لو في واحد في المية نسبة ان العكس يحصل ساعات ده بيحصل. بس في الاغلب الطبيعي والمتوقع للمنطق هو اللي بيحصل. فلما تبدأ تبص على توقع السيزن بتاع برشلونة في الصيف اللي فات بعد اللي حصل. هتكتشف ان اللي بيحصل دلوقتي ده هو مع الطبيعي ومع التوقعات الطبيعية. وده الكلام اللي قلناه في اول نموسم. الطبيعي ان نموسم برشلونة السنة دي هيكون سيء جدا وسلبي جدا. وممكن يبقى فيه كوارد. ليه? زي ما قلنا. لان البلد اب بتاع السيزن في اخر كذا سنة. فهو سيء لأسوأ 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 وبعد كده جت القنبلة الكبرى في مشكلة وقزمة ميسي. ميسي مش بس كان عايز سيء برشلونة طلع واتكلم في العلن وقال ان انا كنت موعود ان انا اسيب الفرقة ورئيس النادي اخلي بوعده واقعدني بالغصب. بشكل عام في الاندية واللعيبة لما العيب بيقعد في نادي بالغصب غالبا بيخسر. ولما نادي قعد لعيب بالغصب غالبا برضو بيخسر. مفيش مستفيد من العلاقة دي. فاغلب يعني انقصص الفكورة. فانت كبرشلونة ممكن تتعامل مع الموضوع ده بشكلين. ممكن تتعامل معا ان انت حزين ان ميسي اصلا خد قرار ان هو هيسيب برشلونة. وهذا كلام اللي قلناه في الصيف. وكان نفسك ان ميسي يكمل مسيرته كلها مع البرصة. زي لعيبة كثير زي جيكزو سكولز في يونيتد. زي زاناتي في انتر. زي توتي في روما. زي لعيبة انت كنت حاسس ان ميسي لازم يبقى موجود. ويخلص كريره كله في البرصة. ويحاول ان هو يساعدك ويشيلك في فترة انت عارف ان الفرق اصلا بتقع فيها. بالذات. وان الانتصار على برتميو كده كده جاي. لانه لو ما كانش استقال زي ما استقال دلوقتي. ففي انتخابات السنة الجاية والانتخابات ممكن يجي فيها حد ميسي يبقى عايزه. من ناحية تانية ممكن يبقى وجهة نظرك ان هو لا خلاص اللاعب لما بيبقى عايز يغير. ده حقه برضو. وهو عايز يعيش تجربة تانية. زي ما كريستيان رونالدو قرنويا عيش تجربة تانية مع ليوفي من سنتين ولا من ثلاث سنين. تقريبا وهو في نفس عمر ميسي. وبالتالي ميسي داني كتير قوي كبرشلوني. فمستحيل اه ممكن ازعل شوية بس هقدر كل اللي هو الدهوني في تاريخ حياتي وعايشني احلى فترات ممكن اعيشها في تاريخ برشلونة. فخلاص انا مش ده علان ممكن يمشي. فده فكر وده فكر. الاتنين مقبولين. ولكن اللي حصل بقى ان ميسي يقعد بالغصب ناتجته لما تضيفها على كل المشاكل التانية اللي فرقة كان بتعاني منها. بالاضافة ان المدرب اللي جيه هو كومان مدرب ممكن تبصله من نواحي ايجابية لان هو من دراست كرويف وهولندي وكلام ده كله. بس لما ترجع لتاريخه التدريبي هتلاقي عليه شوية علامات استفام. حتى من غير كومان فالطبيعي ان موسم برشلونة يكون موسم سيء. حل? ده التوقع. ده بناء على المعطيات. المشكلة هنا بقى في تقبل الواقع. هل عشان انا متوقع ان موسم برشلونة هيكون سيء? فده معناه انها لما شوف برشلونة بيتعادل مع الافش او بيخسر من ختافي او بيخسر من قادش او بيخسر ثلاثة صفر من اليوبي في الكامت نو. هقول اه يا جماعة خلاص ما ده عادي لان موسم برشلونة سريحنا عارفين ان هو سيء? لا. لان برشلونة فريق كبير. وفريق تقيل وفريق عريق. فكل مرة حتى مع ان انا متوقع ان ده اللي هيحصل. بس كل مرة الموضوع ده بيحصل بتصدم. مش بس كمشجع برشلونة. لا. كواحد زي كده بيتفرج على كرة بشكل عام. فالناس بتزعل قوي لما واحد مثلا زي كل ما برشلونة بيخسر بعلق وبقول كلام ممكن يبقى جارح شوية او قاسي شوية. بس هل انت تفضل ان واحد زي بيتفرج على كرة ما بيشجعش برشلونة ولا بيشجع ريال مدريد. يقول ده ولا تفضل ان سقف الطموح بتاع فريقك اصلا ينزل لدرجة ان يبقى لما برشلونة بيخسر من يوفنتس 3-0 في الكامب نو. بنقول عادي خلاص اه تاسف كتير يعني بس هو برشل كده كده في فترة دي بيخسر وهو خسر قبل كده من ليفر بول وخسر من بايرن وخسر وخسر. فعادي. هل تفضل دي ولا دي? اكيد اكيد تفضل الاولى ان فريقك يفضل محافظ على وضعه التاريخي الكبير. وبالرغم انك متوقع فشل كبير في الموسم الحالي الى ان لما يحصل نكبات وحاجات سلبية الواحد يبقى برضو مش مصدق ومتفاجئ ومتخيل ان كرة القدم هترسم سيناريو ان الغير متوقع هو اللي يحصل. فاهم قصدي اللي كنا بنقوله في اول الكلام. ان بالرغم من ان المعطيات بتقول ان برشونة هيفشل وان برشونة السنة دي لا يحقق دوري ولا يحقق دوري يا ابطال ولا بس بتفضل فيك حتة كده جواك ان لا ممكن الكرة تفاجئنا وتعمل سيناريو مختلف. هي دي النقطة. لازم يعني دي نقطة مهمة قوي قوي. لازم تفكر فيها كبرشلوني وتشوف انت عايز الناس تشوف ريتك ازاي. ده من ناحية. في ناحية تانية وهي فكرة ان هل برشونة دلوقتي في مرحلة انتقالية. برشونة عد عليه مراحل انتقالية كتير. في الزمن اللي انا عشت وطاركت عليه في مرحلة ما قبل رايكرد. مرحلة رايكرد. مرحلة بيب. ومرحلة ما بعد بيب. مرحلة ما بعد رونالدينيو. مرحلة اللي هي جاية ما بعد ميسي. وهكذا. في مراحل انتقالية كتير. بس للأسف انا مش شايف ان السيزن الحالي مرحلة انتقالية. لانه كان ممكن يبقى مرحلة انتقالية لو ميسي الادارة كتثبته يمشي. زي ما كانوا وعدينه وهو طلع وقال انا عايز امشي. من معشوقتي الاولى اللي هي البرصة. انا مش اقدر ادي اكتر من كده. عايز امشي. فلو كان ميسي كان زمان السنة دي اول سنة في مرحلة ما بعد ميسي. فانت كده بتستفيد. خدت خطوة لقدام. او لو بعد ميسي ميسي كان ميسي يطلع وقال لك مثلا يا جماعة خلاص انا قاعد. لسه في احتمال طبعا ان ميسي في اخر السيزن يقض. الله اعلم اللي ممكن يحصل. بس بما انك مش عارف ميسي ميسي ماشي. ولا ميسي قاعد. وميسي وميسي مامشيش الساعة اللي فاتت. فده معناه ان انت مش عارف تبني. لانت عارف تبني في مرحلة ما بعد ميسي. ولا انت عارف تبني على اساس ان ميسي قاعد. فبتبدأ ان انت تستغل وتبني حواليه. فالموسم الحالي موسم بيضيع. الاستفادة الوحيدة اللي ممكن تيجي للبرصة منه هي لاعب في مركز او لعبين في مركز تطلع واحد ناشئ صغير مثلا تستفيد منه في السكواد لبعد كده. او ان يبقى عندك مدرب تكتشف انه عنده فكرة حلو طريقة لعبة كويسة بيتطور حلو وهيمشي مع النادي. بس لما الموضوع يهدى شوية يبقى في ادارة يبقى في مدير رياضي يبقى في نظام يبقى في استقرار الراجل ده هيزقك شوية. دي المكاسب الصغيرة اللي ممكن البرصول يدور عليها من الموسم الحالي. ميسي ضد اليوفي مبارح. اه عمل ماتش كويس. اه هو اكتر واحد كان بيحاول. انا ما بقبلش كلمة ان ميسي متخادل. من اكتر الكلمات اللي بتدقيقني. لان ميسي بالرغم ان هو قال انا عايز اسيب البرصة وعايز امشي وعايز ارحل ومش عايز اقعد يوم كمان في النادي ده. الى انه من ساعتها لغاية دلوقتي هو بيموت نفسه في الملعب. وبيحاول يكسب كل ماتش. فيه الفرق ما بان هو بيحاول وما بان هو مش عارف. وهي دي النقطة. ان ميسي مش بس مش عارف عشان كبر والسن والموضوع ده كله. يعني مش الموضوع بدني. تحس ان هو ما بقاش قدر يكمل سعين دقيقة. تحس ان اللعيبة بتخبطه وكمت فهو مش قدر يقف على رجله زي زمان. لا. هو ده جزء. بس في جزء تاني كراوي. ميسي مستوى واقع بشكل كبير قوي. انا مش بقارن بعشر سنين. انا بقارن من الموسم اللي فات بس. الموسم اللي لما بيعدي بالكورة ازاي بتقطع منه بسهولة. ميس باس. الشوطة اللي ميسي لما بيعدل على شماله واحدة من اهم مميزاته ازاي ان هو يعني مثالي في الحتة دي. ممكن الدقة بتاعته تقل شوية مع العمر. بس ما ينفعش ان هي تبقى بتقل بشكل كبير قوي ده. ما ينفعش ان هو يبقى في مطش اليوفي. فيه تقريبا ثلاث شوط شطن في نص الجون بفون الكورة جات له في ايده. تحس ان ميسي عايز يشوتها وخلاص بس عايز يطلعها وخلاص. فيه كورة لو رجعت المواتش اتلاتيكو مدريد اللي راح من عديقة ضد قوبلك. كورة بتأكس حاجة انا عمري في حياتي ما توقعت اللي ممكن اقولها على ميسي وان عايش. وهي ان ميسي بيفتقد للثقة. طلع بشر عادي زي بيات البني ادمين. ولما فيه مشاكل بالحجم ده عليه. واخد منه نفسيا وذهنيا واكيد حتى ضغط مش طبيعي عليه ان هو يطلع ويقول انا عايز امشي ويبقى عايز يمشي ومش عارف هو راح فين وعنده مشكلة استقرار. فده بيأثر عليه وعى الكورة وعلى تركيزه وبيأثر على ثقته في نفسه. فدي حاجة ميسي كان بيخلص بيمينه. ميسي دلوقتي يبقاش بيحاول يستخدم رجل اليمين خلاص لانه فيه ثقة. الكورة بتاعت قوبلك دي يعني ارجع تفرج عليها كده. ميسي في الاخر لو مش لازم يجيبها جول بس الطريقة كلها لما تقرى الهجمة تحس ان ميسي يعني بيفكر مرتين وثلاثة فيه مشكلة ثقة. فالعمري ما بقول ان ميسي متخذل ولا بحب الكلمة دي بالعكس هو بيحاول يجيب اخره بس هو مش عارف. هو مستوى وقع كراويا وقع يعني ميسي في سنه ده وبناعي على المستوى اللي شاهد نفسه اللي فاتت هو يقدر يدي حسن من كده بس كل المعطيات دي في الاخر اثرت عليه. الاكس فاكتور ميسي بيتأثر عليه. ممكن المضوع ينعكس وممكن يرد تاني في السيزن الله اعلم. زي ما قلنا كرا دوارة وممكن يحصل فيها اي حاجة. بس هو ده واقع اللي بيحصل دلوقتي. وان الفرقة من حواليه بقى كلها بتنهار. لما تيجي تبص على مشاكل برشلونة الدفاعية. انا عمري ما اقول ان بيكي اكيد مش بيكي ها. ولا لونجلي ولا مثلا امتيتي. احسن ثلاث قلوب دفاع في العالم. ولكن الغلطات والمشاكل الدفاعية اللي بتحصل في البرصة. ما ينفعش اقول انها تقنية. ما ينفعش انها بتحصل لعيب ده لعيب وحش. لما تحصل مرة اقول ماشي. اللعيب ده مش كويس. اللعيب ده ممكن ان هو يبقى مستوى فنيا قليل. انما لما تحصل. بالكم اللي بتحصل فيه مع برشلونة. الموسم ده بس. لازم اطلع من موضوع الكورة والموضوع التقني. وابدأ اقول ان دي ازمة ثقة برضو. ان الفرقة عندها مشكلة في الثقة. ومشكلة نفسية. ومشكلة ذهنية. ومشكلة كفرقة. ما ينفعش كم الغلطات الكوميديا والهداف الكوميديا اللي تدخل في البرصة دي. بالذات لما يجي بقى اعكس ده على شتيجن. لو قلنا لانجليه وامتيتي وبيكي مش احسن مدفعين في العالم. فشتيجن اخر كم سنة هو افضل حارس مرمى في العالم. وانا رأي ان شتيجن يلعب في المانيا على نوير. وناس كثير كبت هاجمي على رأي ده. بس داك الرأي كنت شايف ان شتيجن فوق الخيال. حاجة مش طبيعية في حراسة المرمى. فلما حتى شتيجن يبدأ ان هو يتأثر. مش بس بالغلطات الفردية ولكن حتى بالقيادته للدفاع. فده يعكس لك قد ايه ان الفرقة اتفككت الفرقة متفككة. الفرقة عندها ازمة كبيرة جدا في الشخصية. كبيرة. وهي دي المشكلة ان ميسي ما باش قدر يشيل وهو نفسه مشتت. والفرقة كمان من حواليه كمان بقيت مشتتة. فده بيعكس الواقع اللي شوفناها ضد يوفي شوفناها ضد قادش. ومشكلتي مع كومان يعني ممكن نتكلم في تبديلات وفي تكتيك وفي كلام من ده. وكلام صح وكلام كويس. بس انا عايز افضل في حلقة الشخصية دي. ريكي بوج نزل ضد يوفي. بغض نظر عن امكانياته الكروية. الراجل بقى لعيب ولا لأ اختلف نتفق مش مهم. انما الولد ده اثبت من السيزن اللي فات ان هو عنده شخصية برشلونة. طلع من اللمسية عنده احساس بهبت القميس اللي هو لابسه بهبته وبتقلو. فيه كورة مبارح بسيطة جدا اول ما نزل كان بيعدي مش فاكر مين مراتي تقريبا عمل معه فاول. جري سبرينت وهو بيقع على الارض عشان يجيب الكرة ولعب الفاول بسرعة. حاجات صغيرة كده في اللعب ما عندوش انا لسه مش لسه هيبع عندي رهبة المطش انا ما عندوش فاقة الرهبة المطش. برشلونة خسران. انا لازم اعمل حاجة. لازم احاول اعمل حاجة. فان كومان مش شايف ان دي واحدة من اكبر المشاكل اصلا اللي فرقة برشلونة بتاعيني منها دلوقتي. اكبر من التكتيك والخطط والتبديلات اللي فيها مشاكل بس اكبر منها مشكلة شخصية. وبالتالي ما بيعتمدش على ولد. عندو الشخصية وعندو الدين اي ده بتاع البارسة. فده نقطة سلبية كبيرة قوي. مش ادرك تنابها. غير طبعا انها شايف ان ريكي بوش ده اللي عيب جمد قوي. وتقنيا وتكتيكيا الفرقة تستفيد منه في نص الملعب. بس هدي المشكلة. اني مش حاسس ان كومان بيعالج مشكلة الشخصية. وممكن يبقى كومان مش عارف يعالجها في ظل ان يعني السورس والمنبع بتاع الشخصية اصلا هو ميسي. هو كم مش عارف وهو رايح فين. وهو كم مهزوز. فكلمة اخيرة كده برضو ناس دقت مني مبارح لاني كتبت على تويتر وقلت ان كريستان رونالدو احتل الكامت نو. يا جماعة كريستان رونالدو في سنه الحالي. مش محتاج ان هو لما يروح الكامت نو يجيب جول دابل كيك ويجيب جول يرقص بالفرقة كلها. انت بتتكلم على اكبر او اكبر يعني منافسة شفناها ما بين لعيبة كرة في تاريخ كرة القدم على مدار الجيل ده كله ما بين رونالدو ومسي ممكن تبقى ديكت آخر مواجهة الله أعلم من ساعة مكستير رونالدو مشي من اليوفي من ريال مدريد وراح اليوفي فالراجل راجع بقى راجع الكامت نو وفوت أول ماتش اللي كان في تورينو وفي رقيته خسرت فلما يرجع الكامت نو في رقيته تكسب 3-0 وبالتالي هو ينتصر على مسي في المباراة ويسجل جولين فده قمة قمة نقطة حتى لو جولين دول كان رقيت جزاء كان لمسهم من علاقات الجول مش مهم بالذات وان انت لو بتفرج على يوفي هتعرف كويس الفرق ما بين يوفي بكريستيانو ويوفي من غير كريستيان من غير كريستيانو لما كان عنده كورونا فرق السماء والأرض وطبعا هو مش ان يوفي كسب 3-0 ده معنا ان يوفي حاليا في فرما خارقة وفريق فوق الخيال لا خالص يعني انت لو متابع يوفي في الدوري هتعرف انه عنده مشاكل الثلاثة صفر في كامب نودي الجوز الاكبر منها بيروح لضعف وحالة البرصة مش للقوة المفرطة لليوفي بس دي نقطة تانية نبقى نتكلم على اليوفي بعدين مش نقطتنا دلوقتي فالهذا ما رفع القبعة لكريستيانو ورونالدو على اللي هو عمله مبارا وفي النهاية يعني القفلة بس بتاعت كل الكلام ده هي هل الواحد ينزل طموحه خالص في الموسم ده فما بيتفاجئش باللي بيحصل لبرشونة وهل الواحد يقدر اصلا يعمل كده انا بتكلم كمشجع عادي اللي بيشجع برشونة كده كده هيتقهر ويتدايق مع كل هزيمة بغض نظر رحلة الفرق بس كمشجع عادي هل انزل الطموح جامد قوي كده يعني دي حاجة مسلا انا مقدرش اعمالها مع ريال مدريد لان ريال مدريد مش بيعدي بنفس الفترة اللي بيعدي بيها البارس ريال مدريد السنة اللي فاتت واخد الدوري الصيف قبل اللي فات صارف في مركاته تاريخي رقم تاريخي في تاريخ النادي جاي بلعيبة تقيلة اه عنده فيها مشاكل معازدان مدرب عامل نجاحات مش طبيعية قبل ما يرجع ورجع تاني للفرقة وبالتالي لا ريال مدريد لما يبقى مستوى وحش ووقع وبيعدي بفترة سيئة زي الفترة وبيعدي بيها دلوقتي دي هنتقده ومش هلتمث له العزر انما هنا الفرق فاهم ان الريال متوقع منه سيزن قوي السنة دي المفروض يقدم سيزن قوي السنة دي اه في لعيبة بتكبر اه بيجاء حاول تجديد الدماء ويعملوا فترة انتقالية بيمر مرحلة انتقالية فمش في البيك ماشي بس مش نفس حالة برشونة لزي ما قلنا مقدرش حتى اقول ان الفترة دي فترة انتقالية خلص فحساب الريال ممكن يبقى اقصى شوية من حساب البرشونة ولكن لازم في رأيينا ان يفضل في حساب لبرشونة علشان هيبة النادي واسم النادي فلازم حتى في الموسمين انا متوقع منهم ولا حاجة لما تيجي نتائج سلبية زي هزيمة اليوبي 30 في الكامت نو ماينفعش تعدي في ناس امبارح في الصحف وانا بقى اعرف الصحف وبتفرج كده عشوة اخبار قالوها بس اللي هو ما خدتش حجمها لانه الناس فعلا الباطن بدأت تتعاود ان برشونة بيخسر في الشامبيوز ديك بارقام كبيرة ودي حاجة بصراحة المفروض لا البرشونة يقبالها على برشونة ولا المدريد يقبالها على مدريد ولا اي واحد بيشجع فريق كبير وفريق عريقي يقبالها على فريق بس فده الكلام اللي كنتو عايز اقوله النهاردة اتمنى انو يكون كلام مختلف واتمنى انو يكون فاتكو طوانا بتخونوش ذيق تقول انو مفيش مونتاج مفيش درافيكس في الحلقة دي كالعادة يعني في الاخر هقولك اعمل لايك للفيديو على يوتيوب سبسكرايب واشتراك في القناة شارك جرس تنبيه واشتراك بالنسبة للحلقة جديدة اعمل شارك للفيديو على فيسبوك ليتويتر على تويتر لايك على يوتيوب وكما معاكم عورت صوحة في ربع الحلقة الفكس هتلوها هنا اشوفكم الحلقة الجاية السلام وثانية مفيش حاجة هتجي بعد السلام هو خلاص اقول سلام والفيديو هاخلص السلام